أستاذة فايزة من الكفر الشيخ تتفضل أستاذة فايزة أيوة نعم أهلاً وسهلاً بحضراتك تفضلي أهلاً بحضرتك حضرتك الدكتور عمر أيوة فاندي معاك يا عمر حاجة فايزة بس مو أيوة أنا معاك أهو وطات التلفزيون خلاص قفلت شطارة أحسنتي تفضلي ماشي السلام عليكم يا عم الشيخ عليكم السلام عليكم أهلاً وسهلاً ربنا يبارك في أمرك يا رب الله يبارك فيك بس أنا إحنا عندنا مشكلة بس مش عارفين هي العمل فيها إيه يعني أب معاك ثلاث سبيان وأربع بنات بس إيه بكلهم كلهم سبع آه بس مش ويرثوا لحاجة لا أنا عارف منهم الكبير منهم الكبير مريض بالسكر وكان كل ما يطلع يشتغل برة يقول له لا أنا هصرف عليك وأنا هعمل عليك فأمه قبل ما تتوفى حطط له ستين ألف في عربية ومراته بعت الدهب في العربية العربية دي كان الأب طيب دلوقتي هو الأم ميته من سنة 13 والعربية مع الأب فالولد تعب أو بدأت وقرحوا حاجات من ديف رجله المهم هو دلوقتي العربية مع الأب بس هو العربية باسمه بنته وهو واسع عليها باسم مين؟ باسم بنت ابنه بنت ابنه والابن واسع عليها كويس وبعدين دلوقتي الأب عامل مشاكل مع ابنه بعد 13 سنة مراته مرات ابنه كد بتخدمه شيلا على كفوف الراحة السؤال السؤال هو دلوقتي مش من حقه ياخد العربية يصرف منها اللي هو الابن يعني آه الابن اللي العربية مكتوبة باسم بنته أيوة فأنت بتسألي هل هو من حقه العربية دي من حق مين؟ من حقه من حق الأب ولا الابن؟ ولا ممكن تكون من حق البنت البنت قاسر ما أنا بس أقوله هو يعني إحنا نسأل بس طيب عجابة حضرتك عجابة حضرتك سيدة فايزة إلا هذه السيارة باسم البنت فدل إيه مكتوبة اسمها فقد نقلت إليها ملكية ملكيتها طوعية من خلال جدها ومن خلال أبوها فهي المالكة لهذه العربية يكون حد بقى يكون ولي عليها ولي عليها لأنها قاسر فيكون الأب هو الولي على البنت فيستثمر هذه السيارة في مصلحة البنت فهو دات الأمر الشرعي فالأعربية دي ملك البنت وسنعمل على استثمار هذه السيارة لمصلحة البنت لا لمصلحة أي حد غير البنت لأن هذه السيارة ملك للبنت ملكية تامة وهي قاسر فلابد أن نحافظ على أموالها لأنها عندها أهلية وجوب يعني قابل أن يدخل لها المال لكن ما عندهاش أهلية أداء أنها تستطيع أن تبيع وتشتري فعلى الذي يمارس أي عمل على أموالها لابد أن يدر عليها الخير ويدر عليها الربح لا يعرض أموالها للخطر